بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ إِبْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق الله العلي العظيم أيها الشعب العراقي الكريم يا أبناء الأمة الإسلامية جمعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزِّي نفسي أولاً وأعزِّيكم بذكرى فاجعةٍ أليمةٍ نستذكرها ونحن نقف ضيوفاً بين يد الله في شهره المبارك ألا وهي ذكرى استشهاد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تلك الفاجعة التي ضربت قلب الإسلام والمسلمين وما زالت حتى اليوم حاضرةً في وجدان كل مسلمٍ ومسلمة لأن هولى المصيبة بفقد أمير المؤمنين عليه السلام كان صعباً على الأمة الإسلامية التي كانت تعاني من الفتن والإنحرافات الخطيرة ولأن أمير المؤمنين عليه السلام كان تجسيداً حياً للإسلام المحمدي الأصيل الذي آمن به صغيراً ودافع عنه كهلاً حتى مضى إلى ربه شهيداً في ليلة من ليالي الله المبارك كيف لا وهو الذي تربى بحجر سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهل منه العلم ومكارم الأخلاق وأبى إلا أن يسير على نهجه كانت سيرة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حافلة بالمثل والقيم التي كانت تشع من تلك السيرة العطرة مضى على الحق الذي استأنس بوحشة طريقه وزهد بالدنيا حين أقبلت عليه فقال لها غري غيري كان نعم الناصح لمن قبله من الخلفاء حتى قال فيه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا الحسن لا أبقان الله لشدة لها ولا لبلد لست فيه وكان في المسلمين كواحد منهم حين صار خليفة فلم تمنعه مغريات السلطة عن الاشتغال بهموم الناس ولم يجعله ثوب الخلافة متعاليا عليهم كانت بين يديه خزائن المسلمين وحين يوزع الأموال منها بين مستحقيها كان يصلي لله شكرا على أداء الأمانة فهو الذي قال حين تولى أمر الأمة أتيتكم بجلبابي هذا وثوبي فإن خرجت بغيرهن فأنا خائن ليضرب بها مثلا عظيما عن النزاهة وأداء الأمانة كان سلام الله عليه شديد المراقبة للولاة الذين كانوا يعملون تحت إمرته فحين بعث مالك الأشتر لولاية مصر كتب له عهده المشهور الذي يصلح أن يكون دستورا في الحكم ومرجعا في الإدارة ومنهجا في التعامل مع الناس فلا تضيل لبشر على آخر بسبب الانتماء أو العرق أو القومية أو الدين لأنهم إما أخوة لنا في الدين أو نظراء لنا في الخلق وليس هذا فحسب بل إنه سلام الله عليه جعل في عهده للأشتر معيار المقبولية والمشروعية للحاكم في أن ترضى عنه العامة من الناس التي تمثل الأغلبية حتى وإن كلفه ذلك صخط الخاصة فإن الأمر مخفور ما دامت الأغلبية راضية عن الحاكم لأن رضى العامة هو معيار نجاح أي حاكم وحكومه وصخطهم يؤدي إلى الفشل والإخفاق وأما حادثته المعروفة مع واليه على البصرة عثمان بن حنيف فأصبحت درسا في عدم استغلال السلطة والانتفاع من سطوتها فكان اعتابه له شديدا وتقريعه له موجعا لأنه استغل مكانته وسلطته عاش الجميع في دولته مطمئنين آمنين حتى أنه لما أصيب في ليلة جرحه جاؤوه بطبيب مسيحي ليعالجه ولم يجد عليه السلام بأسا في أن يجلس للتقاضي في حادثة الدرء المشهورة احتراما منه لقيمة القضاء التي لا تدانيها قيمة وهذا إنما يدل أولا على رعايته للجميع بغض النظر عن الدين وثانيا نقف هنا عند فكرة فصل السلطات التي كان أول مؤسس لها واليوم ونحن نستذكر هذه القيم والمواقف والمثل التي تركها لنا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فإننا نسترشد بنورها ونقتفي أثرها ونحن نتكلف بحمل أمانة إدارة الدولة وشؤون الناس فيها لأنه سلام الله عليه وضع أساسا ومنهاجا لإدارة الدولة جعل في مقدمتها مكافحة الفساد والمحسوبية ولم يجعل قرب الشخص معيارا للتفضيل وكان الفقراء واليتامى والأرامل يعيشون في ضمير ووجدان وروح أمير المؤمنين عليه السلام لهذا اختصهم بالرعاية لضعف حالهم وشعورا بالمسؤولية والرعاية تجاههم أما الأسس الأخرى التي استند إليها في الحكم من حيث الإصلاح والحكم الرشيد وتحقيق العدالة فهي كلها تمثل نظريات في الإدارة علينا الاقتداء بها وهذا كله كان حاضرا في منهاجنا الذي بنينا عليه حكومتنا فقد وضعنا أولويات لمحاربة الفساد والمحسوبية ورفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر إلى جانب الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن أداء الإدارة وبناء الدولة وتسهل أمور الناس فضلا عن أن حكومتنا تعمل بجد وإخلاص لتمثيل تطلعات جميع العراقيين بلا تمييز أو تفرقة أو تفضيل فلسنا سوى مكلفين بحمل هذه الأمانة ونسأل الله أن يجعلنا من المقتدين بسيرة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في سلوكه الشخصي والإداري حتى نكون فعلا منتمين له بالقول والفعل والسلوك السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلما طلعت شمس وبزغ نجم وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته